سلام عليكم أخواتي مرحبا بكم في قناة مطبخ أم فاطمة تمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في الفيديو عنها اليوم كما نقول لكم دائما ما تنسوش العجبكم الفيديو تدعموني باللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس بها يصلكم كل ما هو جديد اليوم ان شاء الله جبت لكم حلوة عصرية جديدة حلوة 2020 تمانا شاء الله تعجبكم اللي هي أعمامة القاضي والأعمامة السلطان كما نشوفوا فيها هادي المول جديد جبتها لكم بحشوة بنينة ونتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها على أفرحكم ومناسباتكم وقلكم فقط ما تنسوش تبخ تاجيوا الفيديو هاكا بهتعم الفائدة وتعرفوا بالقناة أكتر ونروحوا نبدأوا مباشرة في الوصفة وطريقة التحذير كما قلت لكم حبوبتي في بداية الفيديو هاد الحلوة حلوة بريستيج ولا صاب لي بريستيج تألفين وعشرين تمانا شاء الله يعجبكم اللي هو عمامة القاضي ولا عمامة السلطان هادا هو المول اللي غادي نخدم به مول تح السيليكون راه جديد يعني دير فان ميل هنا كاين بزاف تساؤلات كاين بزاف الوان يعني في هاد الموديل تلقي اللون الابيض تلقي اللون الاسود قلت لكم فقط راجح للنوعية تح السيليكون لدك يختلفوا الالوان انا شريت هادا في ميل يعني صراحة عجبني رخيص وما وشغالي وقلت ان ندير معكم الوصفة تع نهار اليوم بالنسبة للعجينة اللي غادي نحتاجها غادي نحتاجوا عجينة تسابلي اي عجينة تسابلي تكوني مع تامدتها وناجحة عندك تقديريها غادي نعطيكم انا المقادير اليوم تح 60 جرام اه لكن في صندوق الوصف ان شاء الله هدي نكتب لكم مقادير 250 جرام ديت 60 جرام تع مارغارين تكون بحرارة الغرفة مع قرصة الملح نحتاج الفانيليا عندي هاد الطابع الضائري تسابلي العادي ولا ممكن كاس اذا ما كانش عندك لازم يكون قد المول كما راكم تشوفوا الكبير عليه عندي كذلك سافر بيضاء عندي نصف كاس تلاتي تزيت عندي رشة صغيرة خاميرة عندي واحد الزوج مغارف كبارة على السكر او اقل على حساب الدوقات تحكم وهنا غادي نحتاج الشوكولاتة تاع الوجدان بالحالي بزيف ساقسيتوني الشيكولاتي نخدمي بها انا نخدمي تاع الوجدان الصراحة اولا بنينة هادي مش اشهر لانه انه اني قول فيك المتل حق بنينة شغل ما يشتاكل في الباتا غلاسي وتانيا ندوب الخفو وتعطيك واحد اللمعة في الشيكولاتك بلا ما تضيف لها لزيد لويل قادرة ما تديريش زيد تخدمي بها اهنا مباشرة ان طريقة تحضير اه ديت هنا اه الفانيليا ممكن كما قلت لكم اي سابلي تبغوا تنكوه نضيف سافار البيضة هنا اضفت سافار البيض نخدم هاد المكونات كامل اه تنتحصل على مرهم ولا اه خاليات متجنس نلمه بالفارينا عادي هنا ما ننسيت ما تكرت لكمش الفارينا في المقادير للمه بالفارينا ومع رشة صغيرة تخاميرة كيميائية تنتحصل على العجينات تكون طريان ديرها في كيس بلاستيكي ونخليها جنيبا من بعد نتلاقى ونشوفوا كيفاش نخدمو اه يعني كيفاش نحلو الصابل التاعنا هنا كما رانا نشوفوا العجينات تاعي ديرتها في كيس بلاستيكي اه باتبقالي مطرية اه ندي هنا ايما الرشة الفارينا ايما نحط اه ورقة الطهي نحل عليه العجينات تاعي حاكال للناس او للاخوات ليكونوا مبتديئة ونحلو العجينات تاعنا عادي من اي سيوب هنحلو غير بالشوية يعني الكميات العاجين من ديروش كميه كبيرة نحلها بسمكي يكون متوسط لانه ما نشم كطرين الخميره اولا وثانيا غدي نديرو حبه مع حبه يعني غدي لسقو حبه مع حبه من كطروش اه او عفون من غلضوش العجينا نسويها بهات الشكل هذا ونقطع بالطابع عادي ندخل الكعطو التاعي طيب للفرن على 180 درجة الحرارة تكون متوسطة يدي اللون الذهبين خرجه نخليه برد تماما بعد نتلقى وشوفوا التكميل ان شاء الله تاع الوصفة هنا بعد ما دخلت الكعطو التاعي طيب ندي هنا يا شوكولاتة تاع الوجدان انا اديت كما قلت لكم في البداية تاع الفيديو بالحليب تبغوا تدو سوداء او بيضاء او بالبندق كما تبغوا نديرها تدوب على حمام مائي بعد ما تدوب لي غادي نضيف لها فقط ملعقة نخففها فقط ونطقوا تستغنوا على الزيت ونعاود نتلقى بكم هنا بعد ما دخلت الشوكولاتة تاعي كما لكم تشاهدوا نجيب المول ونضيف بانسو ونبدأ ندير طبقة الاولى بهذا الشكل هذا وندخلها للمول تجمد ولا للتلاجة تشد روحها يعني تبرد ونعاود المرة الثانية والمرة الثالثة يعني نديروا 3 طبقة تاع الشوكولاتة بهكي نعمروها ونضيف مولوها ما تتكسر النش هنا ساحب لتاعنا طعب البرد خليتها برد تماما يجي يعني تطري ويجي يتكسر بالخف يعني حاولو انكم تتعاملوا غيب العقل هنا تديت كريمة الزبدة غادي نخلي لكم رابط تاع كريمة الزبدة في صندوق الوصفة ندارتها بالفندن وندارتها في القاناة الثانية يعني بها نخدم بها الحالوية تاعنا سبيسيال للحالويات هنا تديت كريمة الزبدة ضفت لها البعطة غومت على الفراز يعني عجبتني انك هات على الفراز قلت نديرها بالفراز نحضر الحشوة كمية شوكولاتة بيضاء 50 غرام شوكولاتة كمية غرفية نضيف الشوكولاتة البيضاء اضع شوكولاتة نسخن الكريمة ثم نضيف الشوكولاتة البيضاء نضيف الشوكولاتة حامية نضيف حوالي ملعقة حتى ملعقتين تعنيس نضيف ملعقة حتى ملعقتين نضيف ملعقة حتى ملعقة 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 حتى ينسجم نضيف غرفية تعنوات كوكو ولكن نضيف خالط رسائل لكن سوف نضيفه في التلاجة يتماسك و يشد رائعة حتى يشبه فايتين تعاوضه على ضيف مكسرات اضيف مكسرات بعد ما خلطت الحشوة تضيفها في الثلاجة وكيف تتماسك وتشد روحها نجد المول التوعي التي كنت عاودتها ثلاث مرات نعاود سنقوم بعمل لنقيم نقيم الحشوة ونعمر هذه الأشيكولة ونعمرها عمامات نعمرهم بطريقة تجد 3-4 تاعمل ونعمرهم نغطي بالشوكولاتة تريد أن تغطي بالشوكولة تريد أن تستغنيها وتضيف حشوة حشوة وتضيف الحشوة وتضيف حشوة وتضيف مول سوف نغطي بكمية الشوكولاتة سوداء نغطي كامل و نديرهم يبردوا و نتلقى و نلسقوا الاسابلي التوعي على الشوكولاتة بهذه الطريقة نسويهم مليح هنا كما رأينا نشوفو الشوكولاتة بعد ما بردت نجيب هادوك الاسابلي التوعي كذلك هما بردو نبدأ نديمولي فيهم شوفو كيف شبال خاف في الديمولة و سهلين فقط حاملهم غيب العقل بها يجيك الشكل الشباب هنا نقلع الحاوف بس كأنا في البداية كي بديت ندير في الشوكولات ما قلعت هادوك الزوائد لكن ما عليش نقلعها معك و نجيب الحبات التعي على الصابلي هنا غدي نديلها شوية الشوكولاتة ستلسق لي هادوك الشوكولات لكن اذا ما غطيتش الحشوة بالشوكولاتة كما درت انا ممكن تحطيها مباشرة و نحطها كنتبتها مع الحبه في وسط الحبه نخليها تنشف و نزينوها التازين تبغوا تطيرو الناكخي يعني أنا السراع حادرت الناكخي ما عجبنيش الشكل التحادرت حباسيتها بالناكخي ما عجبنيش لكن التازين يبقى لكم اختياري ديجاه هي هكراي ديكوغي ما عندك مزيدة تزوقي فيها والتازين دايما يبقى اختياري كل مره نقولها لكم أنا غدي نزين الحلوة التاعي نديرها في الكيسات و نقدمها لكم جاهزة إن شاء الله في سحن التقديم الحلوة التعناك كما رأنا نشوفو حلوة عمامة القاضي والعمامة السلطان راهي جاهزة هنا فقط زينت هادرت لها الورقة الذهبية اللي رأيت اتباع مع وشغالي هادك الورقة تعدها بيدير ديميل تلسق هي التبت عادي بلما وحدها يلسق هنا زينتها بهذا الشكل هذا و قدمتها تمنى إن شاء الله الوصفة عنها ليوم تعجبكم جديدة و بخيزان طعب لتحمر الوجه نقول لكم ما تنسوش دايما تدعموني و باختاجي و الفيديو قدر المستعطاع هاده هو الشكل التاحه هادي نقسم لكم حبابة تشوفوها من الداخل كيف هجيت للأخت اللي طلبت مني قاتي راكي تقدمينا غيف الحلوية يديرنا المملاحات نقول لكم إن شاء الله المملاحات سوف يكون شهر رمضان الفاضي سوف يكون وصفات متنوعه و متغيره نقسم حبابة نشوفوها كيف هجيت حلوة تعنا هاده هو الشكل التاحه كما راكم تشوفو بعد مقسمتها ها ها يمكن في الحشوة قبل ما تغلقوا تديروا حبة بندق و تديروا مكسارات من مطحونة يبقى لكم اختيار في الحشوة لكن الحشوة التي تتعلكم تجيب الزف بنينا ها ها هو الشكل النهائي تعال حلوة اتمنى ان شاء الله تعجبكم و تدعموني بالاشتراك و تفعيل الجرس و الى الملتقى ان شاء الله مع فيديو جديد اشتركوا في القناة